موسيقى الدرس الرابع شبكة المكعب ومتوازر مستطيلات نشاط واحد أكتب اسم كل مجسم الشكل الأول السلوانة الشكل الثاني مكعب الشكل الثالث متوازر مستطيلات الشكل الرابع كرة نشاط اثنان يستعمل أحد مصانع زيت الضرة علبا مكعبة الشكل لحفظ منتجاته أفق العلبة المكعبة كالآتي أتأمل شبكة المكعب وأجيبه عدد الأوجه يساوي 6 أوجه وشكل كل منها مربع عدد الرؤوس 8 رؤوس عدد الأحرف 12 حرفا نشاط ثلاثة ألف أكمل رسم شبكة المكعب با أقص الشبكة بعد رسمها جيم أبني من الشبكة مكعبا نشاط أربعة نشاط تعاوني نقوم بفك صندوق من الكرتون على شكل متوازر مستطيلات كما يأتي تسمى هذه الشبكة شبكة متوازر مستطيلات أتأمل شبكة متوازر مستطيلات وأجيب عدد الأوجه 6 أوجه وشكل كل وجه مستطيل عدد الرؤوس 8 رؤوس عدد الأحرف 12 حرفاً وكل حرف عبارة عن ضلع لمتوازر مستطيلات نسمى المستطيلات الملونة بالأحمر والأزرق بالجوانب نسمى المستطيلين الملونين بالأخضر بالقاعدة العلوية والسفلية نشاط خمسة أتأمل غرفة الصف وأجيب شكل غرفة الصف متوازر مستطيلات عدد أوجه غرفة الصف 6 أوجه عدد الأحرف 12 حرفاً عدد الرؤوس 8 رؤوس أشير إلى طول وعرض وارتفاع غرفة الصف القاعدتين والجوانب نشاط 6 ألف أكمل رسم شبكة متوازر مستطيلات ب أقص الشبكة بعد رسمها جيم أبني من الشبكة متوازر مستطيلات تمارين ومسائل السؤال الأول أضع علامة صح تحت الشبكة التي تصلح لبناء مكعب فيما يلي الشبكة الثالثة السؤال الثاني أستعين بوركة الرسم البياني لرسم شبكة لمكعب طول حرفه 4 سنط السؤال الثالث أوضح أي شبكتين يمكن أن نكون مستوازي مستطيلات الشبكة الأولى لأن كل المستطيلين متقابلين لهما لأبعاد نفسها السؤال الرابع أستعين بورقة الرسم البياني لرسم شبكة المتوازر مستطيلات طوله 3 سنط وعرضه 2 سنط وارتفاعه 4 سنط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر